مشاهدينا دلوقتي ننحل موجز لهم وآخر الأنباء مع هيلة تفضلي هيلة شكرا بساند الثامن صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم رحبت مصر بقرار جمهورية أرمينيا لأتراف رسميا بدولة فلسطين باعتبارها خطوة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر ثمنت كذلك دعم أرمينيا الصديقة للقضية الفلسطينية العادلة ودعت مصر إلى استمرار تلك الجهود المقدرة من كافة أطراف المجتمع الدولي سعيا نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة هذا وضعت مصر الأطراف الدولية المؤثرة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة استشدى عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومناطق أخرى في أنحاء قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحة بعد استهداف طيران الاحتلال شقتين سكنيتين في منطقة غزة القديمة كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد عشرة معطنين على الأقل وإصابة سبعة عشر آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الأهل العرب المعمداني بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة هذا واستشد خمسة وعشرون فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفاح الفلسطينية أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استشهاد اثنين وعشرين شخصا وجرح خمسة واربعين آخرين جراء سقوط مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أضرارا بمكتبها في غزة والذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين وأشارت اللجنة إلى أن هذه الواقعة تسببت في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني الواقعي في المنطقة لافتة إلى وجود تقارير عن سقوط ضحايا إضافيين معتبرة أن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية معلومة المواقع وتحمل أشارة الصليب الأحمر بوضوح يعرض حياة المدنيين وموظفي الصليب الأحمر للخطر أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة مسؤولة عن سعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إن هناك انعداما تاما للأمن في غزة حيث وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة قد تفتك بالسكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب وأضاف جوتاريش أن معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية داخل غزة وتتعرض للنهب وأن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات تقدم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر باستقالته ليصبح أكبر مسؤول أمريكي يغادر منصبه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي ورغم أن ميلر علق على قرار تركي وظيفته بأنه يعود لقضاء وقت أطول مع عائلته إلا أن تقريرا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن قراره يأتي اعتراضا على سماح الولايات المتحدة بقتل عشرات الآلاف على يد إسرائيل في غزة ووصفت الصحيفة استقالة ميلر بأنها انتكاسة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين يسعون إلى قطيعة أكبر قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وإتلافه اليميني المتطرف أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحريا شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية وذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي هذا وتشن قوات الحوثي هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على السفن التي ترتبط بإسرائيل منذ نوفمبر الماضي وذلك تضامنا مع قطاع غزة أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أهمية دعم أوكرانيا والعمل على تعزيز الأمن في البحر الأسود جاء ذلك خلال لقائه نظيرته الرومانية لومنيتو أودوباسكو في واشنطن بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ورومانيا هذا أكد الوزيران أهمية دعم أوكرانيا في الحرب والالتزام بالعمل معا كحلفاء في النيتو لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة بينهم اثنان من أفراد الأمن الأمريكي عندما فتح مسلح النار في مدجر تجزئة في ولاية أركانسو الأمريكية وقالت الشرطة المحلية إن المشتبه به أصيب أيضا في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وتم احتجازه ووقع الحادث في مدجر ببلدة فور دايس التي يقتنها ثلاثة آلاف ومائتي شخص أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف انتلقى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب في 21 ديسمبر 2025 على أن تكون المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 كما أعلن الاتحاد الأفريقي إقامة كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة من الخامس للسادس والعشرين من يوليو 2025 كان كافا قد أعلن في وقت سابق إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية يوم الرابع من يوليو المقبل في جوهانسبيرغ انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر